يوم 8 مارس 2023 بنك سيلفر جيت الأمريكي انهار بعده بيومين وتحديداً يوم 10 من نفس الشهر بنك SVP الأمريكي وقع هو كمان بعده بيومين بنك أمريكي 3 هو سيجنيتشار بنك انهار برضو 3 بنوك انهاره في أقل من أسبوع فجأة شبح الأزمة المالية العالمية اللي حصلت في 2008 بقى مسيطر على الأجواء والأسواق اترعبت من احتمال انهيار النظام المالي الأمريكي واللي زاد وغطى هو انهيار بنك ريد سويس سويسري في نفس الشهر وده خلى الأسواق تسأل وهي مرعوبة إيه اللي بيحصل بالزبط؟ في ظل الظروف دي العالم كله كان حبس أنفاسه حرفية والأسواق كلها كانت عينها على شخص واحد ومستنية تشوف الشخص ده هيقول إيه؟ أو رد فعله إيه على اللي بيحصل والشخصية اللي كان الكل منتظر تصرحتها بفارغ الصبر هو راجل كبير في السن عنده 70 سنة اسمه جيرن باول للي ما يعرفش منكم الرجل البركة ده فده يا جماعة هو رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي أقوى وأهم مؤسسة مالية على وجه الأرض الرجل ده بحكم موقعه قادر يحرك أسواق واقتصادات العالم بهزة راس يعني حتى مش بكلمة أو بقرار يعني على سبيل المثال باول عمل في 22 مارس مؤتمر صحفي بعد نهاية اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اللي العالم كله كان مستنيه علشان يعرف الفيدرالي هيعمل إيه في أسعار الفايدة وفي الآخر رفعها 25 نقطة أساس المهم لو افترضنا إن صحفي شاقي سأل باول في المؤتمر ده هل الفيدرالي يا رئيس ناوي يرفع أسعار الفايدة لمستويات أعلى من المستويات الحالية السنة دي ولا لأ أه باول من غير ما يقول ولا كلمة لو هزي راسه بس كده هتحصل مدبحة في أسواق الأسو وتكاليف الاقتراض في العالم كله هترتفع والحكومات المديونة هترقع بالصوت بسبب ارتفاع تكلفة خدمة الديون السؤال بقى بالوقتي الراجل ده ملوش كبير يعني هل في إنسان على وجه البسيطة عنده القدرة إنه يؤثر على قرارات باول ومن وراء الفيدرالي لو اختلف معاه هنا طبعاً ييجي في بالك السيد جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وزعيم أقوى دولة في العالم المفروض إن ده أكتر شخص له سلطة على باول لأن باول في النهاية موظف وبايدن هو رئيس الحكومة الأمريكية ورأس السلطة التنفيذية هل ده معناه إن بايدن أقوى من رئيس الفيدرالي؟ في الحقيقة قدرة الفيدرالي الأمريكي على التأثير على الاقتصاد الأمريكي والعالمي مش بس كبيرة وإنما غير محدودة حرفية ورئيس أمريكا نفسه لو ما عجوهوش سياسات رئيس الفيدرالي ما يقدرش يعمل معا حاجة غير إنه يسيبه ويشتمه زي ما ترامب كان بيعمل مع رئيسة الفيدرالي السابقة جانت ييلن ورئيس الفيدرالي الحالي جيرون باول وعلشان تفهم سر القوة المطلقة للفيدرالي الأمريكي لازم تعرف هو بيشتغل إزاي أصلاً وإزاي بياخد قراراته وده حياخدنا الإخناقة شهيرة جداً حصلت بالرئيس الفيدرالي وواحد من أقوى رؤساء أمريكا هنعرف تفاصيلها مع بعض في حالة النهاردة أنا أشرف إبراهيم بالمخبر الاقتصادي بلص في 3 ديسمبر سنة 1965 رئيس الولايات المتحدة في الوقت ده لندن جونسون كان مقيم في مزرعته الموجودة في ولاية تيكساس وتحديداً في جونسون ساتي جونسون كان قاعد هناك بعيد عن البيت الأبيض بيقضي فترة نقاها بعد ما عمل عملية المرارة قبلها بأسابيح المهم جونسون في اليوم ده كان غضبان ومتدايق جداً من وليام مارتن رئيس مجلس الاختياط الفيدرالي ساعتها لأنه تحداه وما سمعش كلامه جو كاليفانو مساعد جونسون بيحكي إن الرئيس الأمريكي من كتر ما هو كان غضبان من الرئيس الفيدرالي اتصل على كتير من أعضاء الكونجرس وقال لهم نصاً هو أنا إزاي حعرف أدير الدولة والحكومة إذا كنت حعرف من الأخبار في التلفزيون إن مارتن بيدير الاقتصاد بمزاجه بعدها جونسون اتصل بهنري فاولر وزير الخزانة الأمريكي ساعتها أمريكا مش هتتدمر بعدها بيومين اتنين وتحديداً يوم خمسة ديسمبر سنة 1965 الاتنين اتقابلوا وجهاً لوجه في المزرعة رئيس الولايات المتحدة في مواجهة رئيس الفيدرالي حصلت في اليوم ده خنقة تاريخية بالتنين بس قبل ما أحكي لكم تفاصيلها خلينا أشرح لكم الأول ليه جونسون كان غضبان قوي كده من رئيس الفيدرالي يعني إيه اللي مارتن عملوا دايقوا بالشكل ده هقول لها في سنة 1951 الرئيس الأمريكي هاريت رومان عين ويليام مارتن في منصب رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي علشان يبقى تاسع رئيس في تاريخ الفيدرالي من لاحظت تأسيسه سنة 1913 مشي ترومان وجي بعده رئيس دوايت أيزنهاور وفضل مارتن في منصبه مشي أيزنهاور وجي بعده رئيس جون كينيدي وفضل مارتن برضو في منصبه كينيدي تقتل وجي بعده رئيس ليندون جونسون وفيضل مارتن برضو في منصبه كرئيس للفيدرالي جونسون ميشي وكي ريتشارد نيكسون وبرضو فيضل مارتن في منصبه كرئيس للفيدرالي لمدة سنة من الآخر مارتن فيضل ماسك الفيدرالي من إبريل 1951 لحد يناير 1970 أكتر من 19 سنة على رأس الفيدرالي وده يخليه صاحب أطول مدة لرئاسة الفيدرالي الأمريكي في تاريخه المهم على مدار السنوات التسعتاشر اللي رأس فيهم الفيدرالي مارتن ما كانش معروف عنه أنه شخص صدامي مع الحكومة الأمريكية أو مع الكونجرس كان بيميل دايماً لأنه يخلي السياسة النقدية اللي الفيدرالي مسؤول عنها تكون متوافقة مع السياسة والأهداف العامة للإدارة الأمريكية الموجودة ولكن الوضع ده كان له استثناءات أبرزها كان في ديسمبر سنة 1965 بس اللي حصل في الوقت ده كان له مقدمات جونسون لما مسك الرئاسة بعد اغتيال كينيدي في نوفمبر سنة 1963 بحكم إنه كان النائب بتاعه كان همه الرئيسي هو إنه ينفذ الأجندة التشرعية لكينيدي كنوع من الوفاء ليه؟ وكان أبرز باند في الأجندة دي هو إقرار تخفيض كبير في ضريبة الدخل وبالفعل الكونجرس وافق على التخفيض ده وجونسون وقع قانون الدخل أو ريفينيو أكت في فبراير سنة 1964 وفي نفس السنة جونسون كسب الانتخابات الرئاسية اللي خدها ضده جمهوري باري جولدووتر من اللحظة دي جونسون كان بيخوض حربين بالتوازي في نفس الوقت الحرب الأولى في فيتنان والحرب التانية كانت على الفقر في أمريكا الحربين دول احتاجوا مستويات انفاق حكومية مرتفعة وده تسبب في حصول عجز كبير في الميزانية الفيدرالية والعجز ده الحكومة الأمريكية طبعاً بتسده من خلال الاقتراض المهم ارتفاع الانفاق الحكومة الأمريكي كان بيترجم في صورة معروض نقد زيادة وبالتبعية معدلات تضخم أعلى مين بقى المسؤول في أمريكا عن ضبط معدل التضخم والسيطرة عليه مجلس لاحتياط الفيدرال الله يهد حيله زي ما كلنا عارفيه لكن ده ما كانش رأيي الإدارة الأمريكية وقتها إدارة جونسون كانت شايفة إن الفيدرالي مالوش دعوة بمعدل التضخم ومش لازم يركز معاه ويحاول يسيطر عليه والأفضل إنه يركز على الجانب المتعلق بالبطالة ويحاول يوصل معدل البطالة في البلد للهدف القياسي اللي قيمت 4% من الآخر كده الحكومة الأمريكية كانت بتقول للفيدرالي تشطر على البطالة ومالكش دعوة بالتضخم خالص طب إيه الفكرة؟ باختصار الفيدرالي لو حاول يسيطر على التضخم حيمشي في سكة السياسة النقدية التشددية يعني حيرفع أسعار الفايدة وحيقلل المعروض النقدي وده شيء جونسون ما كانش عاوزه أبداً لأنه هيصعب عليه جداً تمويل سياساته الاقتصادية المحلية وتمويل حربه في فيتنان علشان كده جونسون كان بيشجع الفيدرالي على إن سياسته النقدية تكون توسعية أسعار فايدة قليلة ومعروض نقد كبير لكن رئيس الفيدرالي كان شايف إن ده مش في مصلحة الاقتصاد ولو الفيدرالي اتأخر في التدخل من خلال رفع أسعار الفايدة التضخم ممكن يخرج عن نطاق السيطرة في أي لحظة جونسون حاول يقنع مارتن إن خوفه من خروج التضخم عن نطاق السيطرة مبالغ فيه ولكن مارتن ما اقتنعش خصوصاً لما عارف بشكل سري من اتنين من أصدقاء النافذين في واشنطن وتحديداً السناطور ريتشارد راسل رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ وديفيد باكارد نائب وزير الدفاع الأمريكي إن الإنفاق العسكري على حرب فيتنان بيرتفع بسرعة وإن جونسون مش صادق في الأرقام اللي بيعرضها على الفيدرالي والكونجرس بخصوص حجم الإنفاق الحقيقي على الحرب الكلام ده كان في يوليو سنة 1965 ومارتن أول ما عارفه وصلوا لبعض أعضاء مجلس محافظ الفيدرالي وبرغم كده في الاجتماع بتاع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 28 ستمبر سنة 1965 مارتن ما حاولش إنه يرفع أسعار الفايدة كان عاوز يقنع الرئيس جونسون الأول وبعدين يرفع ولكن جونسون كان مصمم على رأيه وكان رافض تماماً فكرة رفع أسعار الفايدة وفي نفس الوقت الرئيس الأمريكي كان قلقان من مارتن ومش واثق فيه لدرجة إنه قبل ما يدخل غرفة العمليات في أكتوبر سنة 1965 علشان يعمل عملية المرارة بعت لمارتن وقال له أنا رايح المستشفى بكرة علشان أعمل عملية المرارة أتوقع إنك مش هترفع الفايدة وأنا موجود في المستشفى مارتن سكت شوية وبعدين قال له هنستنى لما سيادتك تخرج من المستشفى بعد ما جونسون خرج من المستشفى حاول يقنع مارتن إنه يأجل أي قرار لعلاقة بالسياسة النقدية لحد يناير سنة 1966 لما يتم الكشف عن الميزانية المقترحة للعام المالي 1967 ولكن مارتن رفض لإنه من ناحية قدر أخيراً يأمن أصوات عدد كافي من أعضاء الفيدرالي لتمرير قرار رفع سعر الفايدة ومن ناحية تانية هو كان متوقعاً أن الأرقام اللي حيتم الإعلان عنها في الميزانية غير دقيقة المهم في صباح يوم الجمعة 3 ديسمبر سنة 1965 مارتن اتصل بوزيل الخزانة الأمريكي فاولر وقال له إن الفيدرالي هيصوت النهاردة على قرار رفع سعر الفايدة أعضاء مجلس محافظ الفيدرالي 6 والسابع بتاعهم هو رئيس الفيدرالي الستة تقسموا 3 مع الرافع و3 طب مارتن كان هو الصوت المرجح وراح طبعاً مع الرافع وكانت نتيجة التصويت 4 مقابل 3 وعلى هذا الأساس تم رفع معدل الفايدة الرئيسي في أمريكا بمقدار 50 نقطة أساس من 4% لـ 4.5% وده رغماً عن الرئيس جونسون اللي معروف عنه إن واحد من أقوى الشخصيات الأمريكية اللي تولت المنصب ده المهم جونسون أول ما عارف اللي مارتن عمله اتجنن وبعاتله وبالفعل الاتنين اتقابلوا في مزرعة الرئيس في تيكساس بعد يومين من القرار وتحديداً يوم 5 ديسمبر سنة 1965 أول ما مارتن وصل للمزرعة قابلته زوجة الرئيس لدي بيرت جونسون واللي كانت طبعاً متضايقة من رئيس الفيدرالي لأنه هو السبب في إن زوجها اللي لسه خارج من غرفة العمليات يغضب ويتعصر علشان كده أول ما لمحت خلق مارتن قدامها في المزرعة قالت له أتمنى إنك تكون تصرفت بناءً على ضميرك وتكون مقتنع إن اللي عملته ده هو الصح لأن ده مهم جداً بالنسبة للرئيس المهم بعد ما قابل المدام ودخل على الرئيس جونسون طلب من ضباط جهاز الخدمة السرية المسؤولين عن حراسته إنهم يخرجوا من القوضة ويسيبوهم لوحدهم ولسان حر رئيس الفيدرالي ساعتها أنت بتخرجهم ليه؟ ليه لوحدنا؟ أنت هتعمل فيها إيه؟ جونسون اللي كان غضبان جداً اتهم مارتن بإنه طعنه وإنه تصرف وكأنه فوق الرئاسة وتجاهل رغبات الرئيس وعمل شيء الرئيس ما وفقش عليه وممكن يؤثر على قدرته على البقاء في منصبه وبعدين قال له يا مارتن ولادي بيموتوا في فيتنام وإنت مش هتطبع الفلوس اللي أنا محتاجها علشان الحرب دي مارتن حكى بعدها أنه متز جداً قدام جونسون في اللحظة دي ولكنه في نفس الوقت كان مصمم على التمسك بموقفه وقال له يا رئيس أنا بلغتك قبل كده أننا عاوزين نرفع أسعار الفايدة وطلبت مني أديك فرصة وإديتك وفي الآخر ما كانش ينفع نستنى أكتر من كده وعلشان يهدي جونسون كمل وقال له أنت الرئيس وأنا مجرد عامل أنا ما عنديش ناخبين يدعموني لكن معايا مجلس أحياناً بيدعمني قناعة قوية أن قانون مجلس الاهتياط الفيدرالي خلى مسئولية أسعار الفايدة ضمن اختصاصات الفيدرالي والحالة اللي إحنا قدامها دي بتعتبر واحدة من الحالات الأولئلة جداً اللي قرار الفيدرالي فيها لازم يكون نهائي من الآخر كده رئيس الفيدرالي قال للرئيس مش هنرجع في كلامنا وبعد أكتر من ساعة من النقاش مع مارتن جونسون حس إنه نجمان وعاوز يضرب نفسه بالجزمة علشان ما قبلش استقالة مارتن نيكولاس كاتزينباك المدعي العام الأمريكي وسألوا إزاي ممكن يعزل أو يقيل رئيس الفيدرالي ولكن كاتزينباك ساعتها قالوا إن اختلاف رئيس الفيدرالي مع الرئيس مش مبرر قانوني للعزل الحالة الوحيدة اللي بيسمح بها القانون بإقالة عضو في مجلس محافظة الفيدرالي هو إنه لازم يكون فيه سبب واضح القسم رقم عشرة في قانون الاهتياط الفيدرالي الصدر سنة 1913 بيقول نصاً يمكن للرئيس عزل محافظة الاهتياط الفيدرالي بشكل عاجل لسبب محدد والسبب ده المحاكم الأمريكية فسرته إنه عدم كفاءة أو إهمال في أداء الواجب أو سوق تصرف مارتن ما بينطبقش عليه أي سبب من دول علشان كده جونسون مقدرش يهوى بناحيته علشان كده مفيش رئيس في تاريخ أمريكا قدر يعزل رئيس الفيدرالي من منصبه قبل نهاية ولايته واللي مد الفيدرالي السلطة الجبارة دي هو القانون الأمريكي المشارعين الأمريكيين من لحظة تأسيس الفيدرالي قبل 110 سنة حرصين على إن الفيدرالي يكون مستقل بقدر الإمكان عن السلطة التنفيذية طيب ليه بقول بقدر الإمكان؟ باختصار لأن استقلالية الفيدرالي ما نقدرش نقول إنها كاملة الرئيس الأمريكي القانون بيتيح ليه بعض الأبواب الخلفية اللي ممكن من خلالها يؤثر على الفيدرالي وعشان تفهم النقطة دي أكتر محتاج تعرف الفيدرالي شغال إزاي أصل في معظم دول العالم اللي بيتحكم في السياسة النقدية هي جاهة واحدة اللي هي البنك المركزي في أمريكا الوضع مختلف شوية اللي بيتحكم في السياسة النقدية في أمريكا هي حاجة اسمها نظام الاحتياط الفيدرالي النظام ده مكون من ثلاث كيانات الأول هو مجلس محافظة الاحتياط الفيدرالي والثاني هو بنوك الاحتياط الفيدرالي أما الكيانة الثالث والأخير هو اللجنة الفيدرالية السوق المفتوحة الثلاث كيانات دول اللي بيرائبهم هو الكونجرس الأمريكي وده بيحصل من خلال التقارير اللي بتوصله بشكل دوري من مجلس محافظة الفيدرالي طبش معنى مجلس محافظة الفيدرالي هو اللي بتعامل مع الكونجرس باختصار لإن المجلس ده هو الحاكم للنظام الاحتياط الفيدرالي كله والمسؤول عن عملياته مجلس محافظة الفيدرالي مكون من سبع أعضاء السبع دول اللي بيرشحهم لهضوية المجلس هو رئيس الأمريكي وبعدين الترشحات بتروح للكونجرس لو وافق عليها بيبقوا أعضاء في مجلس المحافظين لمدة 14 سنة غير قابلة للتجديد من ضمن الأعضاء السبعة دول الرئيس الأمريكي بيرشح منهم رئيس ونائب رئيس للفيدرالي لو الكونجرس وافق على الترشحات دي بيتولوا المنصبين دول لمدة 4 سنين قابلة للتجديد وهنا أخد بالك من حاجة مهمة أوعى تتخيل إن رئيس الفيدرالي بيتغير بمجرد ما يتم انتخاب رئيس جديد لأمريكا لا رئيس الفيدرالي بيتغير بس في نهاية فترة ولايته هو الروح بعيد ليه؟ ترامب لما مسك أمريكا في يناير 2017 ما قدرش يغير رئيسة الفيدرالي وقتها جانت ييلين غير بعد سنة من تولي لمنصبه لما ولايتها هي انتهت في فبراير 2018 نفس الكلام بينطبق على باقي أعضاء مجلس محافظة الفيدرالي محدش يقدر يهوب ناحيتهم غير لما تنتهي ولايتهم بعد 14 سنة المهم نسيب مجلس المحافظين ونروح لتاني كيان في النظام هو بنوك الاحتياط الفيدرالي الأمريكان لما جوم يأسسوا الاحتياط الفيدرالي قبل 100 سنة كانوا حرصين إنه يكون نظام لا مركزي علشان كده قسموا الولايات المتحدة جغرافيا لـ 12 منطقة وخلوا لكل منطقة بنك احتياطي الفيدرالي خاص بيها وعلى هذا الأساس بقى فيه بنوك للاحتياط الفيدرالي في بوستن ونيويورب فلاديلفيا وكليفلاند وريتشموند وأتلانتا وشيكاغو وسان تلويس ومنيابوليس وكانزاس سيتي ودالاس وسان فرانسيسكو بورد البنوك دي لها دور كبير في استقرار النظام المالي الأمريكي وفي وضع السياسة النقدية اللي بتحكم البلد السؤال بقى هل البنوك دي هي اللي بتحدد أسعار الفيدة ترتفع ولا تنخفض؟ لأ طب هل مجلس محافظ البنك هو اللي بيحدد؟ برضو لأ أما المين؟ السؤال دي ياخدنا للكيان التالت في نظام الاحتياط الفيدرالي واللي العالم كله قبل أيام كان قاعد حاطة إيده على خده مستني قراره في نهاية اجتماعه اللي تم عقده ما بين 21 و 22 مارس 2023 وأنا هنا بتكلم على أو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المعروفة اختصاراً بإسم اللجنة دي يا جماعة مكونة من 12 عضو لـ 12 دول عبارة عن الأعضاء السابعة في مجلس محافظ الفيدرالي بالإضافة لـ 5 من محافظ بنوك الاحتياط الفيدرالي الـ 12 طب أنهي 5 بالزبط في الـ 12 بنك هما اللي بيبقوا أعضاء الـ FOMC هقول لك كل رؤساء بنوك الاحتياط الفيدرالي بيبدلوا مع بعض مقاعدهم في الـ FOMC كل سنة باستثناء بنك واحد بس منهم بيحتفظ دايماً وأبداً بمقاعده في اللجنة الفيدرالية للسياسة المفتوحة ما بيتغيرش وهو بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك يعني فعلياً فيه 11 بنك من بنوك الاحتياط الفيدرالي بيبدلوا مع بعض كل سنة على أربع مقاعد في الـ FOMC المهم أعضاء اللجنة دي بيجتمعوا 8 مرات كل سنة وفي الاجتماعات دي بيغضوا القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية يعني هما اللي بيقولوا أسعار الفايدة تطلع ولا تنزل ولا تفضل مكانها المفروض أن اللجنة دي تنتخب من ضمن أعضاءها رئيس لها ولكن جرت العادة في الفيدرالي أن رئيس مجلس محافظ البنك اللي هو النهاردة مثلاً جيرن باول يبقى هو برضو رئيس اللجنة والنقطة الخطيرة دي تاخدنا لثغرة مهمة جداً بتخلي الفيدرالي قادر على تحدي الرئيس الأمريكي في أحلك الظروف يعني مثلاً لو افترضنا أن جو بايدن قام بشكل تعسفي بعزل باول بدون سبب من منصبه كرئيس لمجلس محافظ الفيدرالي ده قرار غير قانوني بس باول علشان يثبت أنه غير قانوني هيحتاج يجري في المحاكم كتير تفتكروا بقى إيه اللي ممكن الفيدرالي يعمله علشان يعاند بايدن ويجبره على أنه يفكر ألف مرة قبل ما يقير رئيس الفيدرالي حركة بسيطة جداً باول لما يتعزل من منصبه كرئيس للفيدرالي حيرجع لصفته قبل قرار التعيين وهي يكونوا عضو في مجلس محافظ الفيدرالي وبالتبعية حيكونوا عضو في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وهنا ممكن زمايل باول يسيبوا بايدن يعين براحته رئيس جديد للفيدرالي ويلفوا هما من الناحية التانية وينتخبوا باول المعزول كرئيس لللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المسؤولة عن وضع السياسة النقدية والتحكم في أسعار الفايدة كده رئيس الفيدرالي الجديد ملوش لازمة لأنه فاقد السيطرة على أهم كيان داخل نظام الاحتياط الفيدرالي وهو الـ FOMC الحركة دي بالمناسبة أعضاء الفيدرالي كانوا بيفكروا يعملوها في دونالد ترامب في 2019 لما كتر الكلام عن احتمالية إقدامه على إقالة جيروم باول وده لو كان حصل كانت هتبقى حركة محرجة جداً لرئيس أقوى دولة في العالم لأنها هتظهره في مظهر العاجز عن التحكم في مؤسسة هي في النهاية مؤسسة أمريكية وحيبقى عامل زي اللي رأس على السل لا منه صاب الفيدرالي في حاله من باب احترام استقلاليته ولا منه قدر يتحكم فيه هي دي حكاية الفيدرالي باختصار لحد هنا أنا خلصت كلامي وكالعادة عند سؤال لخضراتكم الاحتياط الفيدرالي المحدد الأكبر لسياساته هو مصلحة المواطن الأمريكي يعني بيرفع الفيد علشان عاوز يسيطر على التضخم اللي بيأزي المواطن الأمريكي وملوش دعوة خالص بتأثير سياساته على المواطنين اللي عايشين في دول فقيرة ارتفعت عليها فجأة تكلفة خدمة ديونها بسبب قراراته يولعه بجاز هو ملوش دعوة السؤال بقى لو أنت مواطن أمريكي هتبقى مع سياسة الفيدرالي الحالية ولا الناس الغلابة اللي عايشين بره أمريكا هيصعبوا عليك هتابع إجاباتكم في التعليقات في النهاية ريتلي عجبتكم الحلقة وحابين تشوفونا تاني اشتركوا في القناة واستنوني في حلقات جديدة بإذن الله سلام شكرا